دير ستيودينتز اوف ساكن دير بريب ويلكم توانيو ابيسود اوف يور بروجرام مدرسة على الهواء ابناء العزاء طلبت وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء والنهاردة ان شاء الله هنناقش مع بعض شابتر سري اوف اور استوري روبينسون كروسو احنا دلوقتي درسنا تو شابتر شابتر وان ان شابتر تو وقد امارت الكثير من جديدات عن روبينسون كروسو كيف حيث عبارت على الخريطة كيف كان شاهده خاصه لانهارة كيف قنات اراده مدرس وحاوله مميجناه كيف قنات اراده مبادره كرسة كيف تلعب ذلك اراده ممعا وكل حاجات دي في شابتر او 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 ايضا ومن ها يلعى اراده مصول ايضا second house he also made a lot of boats a big boat than a smaller portfolio today we are going to discuss chapter 3 and the first of all we are going to start with the main points the reader robinson crusof chapter 3 hmm meinen point of chapter سري كان الآن من الناس الخطيرة كان عايش في هدوء ومعه أكله بعد 22 سنة كروسو شافتين لكنهم غادروا الجزيرة بعد مرور سنة كروسو شافت سفينة أسبانية بتغرق دي حتة مهمة جدا إنه كروسو لما لقى الاسبانيش شاب طبعا هو أبحر إلى السفينة and he climbed into the ship and he found a lot of useful things سبعا كروسو كشخص عايش على جزيرة لوحده محتاجي بمعه حاجات كتيرة فهو لما لقى الشب دي وجد فيها cooking boots اللي هي أواني and a bag of gold and silver coins يعني زي كنزي كده لقى شنطة فيها دهب وعملات معدنية وفضية نكمل مع بعض المين points he saw some dangerous men who had a prisoner and the crew so rescued him شوف كلمة prisoner نركز عليها طبعا هنقدر كلمة اسمها prison prison اللي هو السجن prisoner يعني السجين he saw some dangerous men who had a prisoner and the crew so rescued him يعني هو شاف بجموعة من الناس الخطرة معهم شخص سجين وأنقذوا منهم كروسو wanted the prisoner to be his friend يمكن النقطة دي مهمة لأن البرزونار ده لما كروسو rescued him أنقذه wanted to be a slave for كروسو يعني هو قال له كروسو أنا عايز أكون عبدي لي but كروسو didn't want a slave كروسو wanted a friend كروسو مش عايز عبده وعايز صديق to live with him to talk with him to talk about each or talk about a lot of things together كلموا مع بعض الحاجات so he wanted a friend he called him friday he called him friday because that was the day when he rescued him دي حتى مهمة جيدة وبتجي في الأسئلة the prisoner who كروسو rescued called him friday يعني الشخص اللي أنقذه كروسو called him friday أطلق عليه اسم friday تبش معنى because that was the day when كروسو rescued him ده اليوم اللي أنقذه فيه يعني معناها he rescued him or he saved him on friday they spent the next three years happily قعدوا ثلاث سنين مع بعض في السعادة اللي هو كروسو and mean and friday they told stories talked and laughed told stories بيعود يحكوا حكايات talk يتكلموا ولف يتحكوا friday saw the dangerous men with another prisoner one day كروسو saw the dangerous men يعني في يوم كروسو شاف الناس الخطرة ومعاهم another prisoner ساجين آخر they rescued the prisoner who was a Spanish sailor أنقذوا الساجين ده اللي هو اكتشفوا أنه هو Spanish sailor يعني بحار اسباني بعد كده اكتشفوا شخص آخر who was friday's father اللي كانت مفاجأة جامدة أن الشخص اللي طالع مين friday's father يعني apple friday بعد كده بقى ننتقل مع بعض طبعا احنا عارفين أبناء العزاء أن احنا عندنا two items of questions in the exam ومنأكد على كده كل مرة عندنا matching between two columns اللي هو الماتشنج اللي بنعمله between two columns column A and column B وأيضا عندنا answers the following وأنا على فكرة يجبتلكم كل الأسئلة المحتملة على شابتر سري يعني اللي هي يعني لا يخلو منها الامتحان شوف مع بعض كده الماتشنج الأولاني match column A was column B بيقول لي كروسو didn't feel safe after كروسو didn't feel safe after امتى بقى كروسو ما شعرش بالأمان after he found the footprint on the beach لما لقى أثار الأجدام على الشاطئ number two كروسو saw the dangerous men again كروسو saw the dangerous men again كروسو شاف الناس الخطيرة تاني وبعدين 22 years after he arrived on the island يعني بعد 22 سنة من وجوده على الجزيرة يبقى كروسو saw the dangerous men again 22 years after he arrived on the island عارفيني احنا الوقع دي لما كروسو صعد على التل he heard some guns سمع بعض الأسلحة after saving the prisoner بعد ما أنقذ السجين كروسو took him home and called him Friday كروسو واخده مع البيت واطلق عليه Friday نشوف مع بعض ماتشنج آخر after 22 years the ship كروسو طيب after 22 years إيه اللي حصل كروسو saw the dangerous men لما شاف الناس الخطيرة تاني the ship يا ترى هنوصلها بإيه the ship was slowly sinking يعني كان بتغرق ببطء number 3 بيقول لكروسو طيب يا ترى كروسو وصلها بإيه save the Friday on cause Friday ويريت الطلبة وهم قاعدين كده في البيت معانا يكونوا بيحلوا قبل ما إحنا نقولهم الإجابة يعني ممكن أنا أحل قبل ما أنت تسمع الإجابة دو يعني كده to make sure بقى check أو تعمل check للإجابة بتاعتك number 4 the puts puts الليه الأواني عمل بيهم إيه كروسو were used for cooking استعملها في الطعام يبقى after 22 years كروسو saw the dangerous men the ship was slowly sinking كروسو saved the Friday and the puts were used for cooking معانا برضو another matching عشان مركز على الماتشنج عشان الطلبة يتعودوا على أن هم يوصلوا المعلومات ببعضها كروسو عمل إيه باء was the second prisoner wanted to be crucial slave was found on the ship found clothes and the cooking puts on the ship ولا was found at home طبعا عارف أكيد الطلبة كلهم يعرفوها كروسو found the clothes and the cooking puts on the ship لما لقى ملابس وأواني للطهي على السفينة طيب Friday's father اللي هو قلنا أنقذه وتلعب في الآخر والده اللي هو he was a prisoner and after they rescued him they discovered that he was Friday's father Friday's father يا ترى إيه اللي حصل بنت أعلق ب Friday's father was the second prisoner هو السجيني التاني يبقى Friday's father was the second prisoner طيب نمبر سريب بقول لي Friday wanted to be cruises slave ويمكن إحنا في السمري أو في الملخص قلنا النقطة دي إن Friday wanted to be cruises slave كان عايز يبقى العبدة أو عبيدة عن مين عند cruises but cruises refused يعني refused رفض why because he wanted a friend not a slave cruises كان عايز صديق مش عايز عبد يبقى Friday wanted to be cruises slave بعد كده a bag of silver and gold coins الشمطة اللي فيها دهب ومجوهرات وفضة عملات يا ترى كانت فين was found on the ship was found on the ship يبقى cruises found the clothes and the cooking boots on the ship Friday his father was the second prisoner Friday wanted to be cruises slave a bag of silver and gold coins was found on the ship برضو نشوف مع بعض matching تاني عندي at night with a dangerous man وكروسو and friday وكروسو يا ترى at night إيه اللي كان بيحصل نشوف كده كروسو روت his diary وإحنا قلنا النقطة دي مهمة جدا واتنعيشنا فيها قبل كده إحنا قلنا كروسو روت his diary at night ودائما بيجي سؤال بيقول why why do you think كروسو wrote his diary at night ليه كان بيكتب اليوميات بتاعته دي أو المفكرة طبعا دا سؤال critical thinking تفكير رجلي ممكن أنا أقول سبب وشخص تاني يقول سبب وشخص تالي تقول سبب وهكذا one of the possible answers أحد الإجابات that he wanted to remember what happened to him on the island عايزي فتكر اللي حصل another answer you can say he wanted to amuse himself and feel happy يعني عايزي يعرف الناس اللي بعضه وتعرف اللي حصل يبقى at night كروسو wrote his diary طيب the dangerous man had a prisoner with them كان معهم ساجين the dangerous the dangerous man had a prisoner with them طيب كروسو and the friday يا ترى ايه اللي عملوا كروسو and the friday من الحاجات اللي عندنا thought of a plan to rescue the prisoner لما فكروا في خطة طبعا thought of يعني فكروا فيه plan يعني خطة مش بلين the plan يعني خطة to rescue وانا قبل كده بتساوي بتساوي save the prisoner واخيرا كروسو هلا اقول بقى found the many things ولا هدا تيتشر اكيد كلنا عرفناها found the many things on the ship اقول المات نشوف بعد كده بقى مع بعض سؤال انصر احنا عارفين انش سؤال انصر ده هو الايتم التاني او هو النمط التاني للاسئلة في الامتحان وانا مقدم لكو كل احتمالات الاسئلة اللي على شابتر سيري شوف مع بعض كده what did كروسو find on the spanish ship what did كروسو find on the spanish ship احنا عرفناها من السامري ان الحاجات اللي لقاها كروسو على السفينة ايه هي cooking puts clothes and a bag of gold and silver coins cooking puts اواني clothes ملابس a bag of gold and silver coins number two what name did كروسو give to his friend why الاسم اللي سمى لصديقه وليه طبعا he named him friday احنا قلنا نسمى friday ليه بقى because he saved him on friday لانه انقاذ ويم الجمعة او ممكن تقول he named him friday because that was the day when he rescued him يعني ممكن نقولها بطريقة اخرى يعني ماقول because he saved him on friday او اقول because that was the day when he rescued him سؤال تاني why did friday run to the fort one day احنا عارفين fort is a place where كروس وليفت مكان اللي عايش فيه كروس وليفت طب ليه في يوم من الايام friday جري على الحصن ليه لما كروسو شاف الناس الخطيرة جير على الحصن وابلغ كروسو سؤال آخر ان what way was the telescope يوسفل احنا عارفين ان كروسو when كروسو went to the ship that was sinking he found a lot of things one of these things was a telescope طب what was the telescope used before او how was the telescope useful يعني فادوا في ايه in what way was the telescope يوسفل طبعا he could see the which was sinking ادرى عن طريق التليسكوب يشوف السفيلة اللي كان بتغرأ يبقى he could see the Spanish ship which was sinking another question why do you think كروسو wrote his diary every night كنت لسه بنقش النقطة دي بالوقت حالا why do you think يعني سؤال critical thinking سؤال نقدي قول رأيك فيه wrote his diary every night ليه كان بيكتب المذكرات بتاعته كل يوم ممكن اقول to remember his life on the island شنيفتكر حياته عالجزيرة or دي اجابة تانية to amuse himself as he was alone to amuse himself as he was alone يعني شنيف نفسه او ممكن بدل amuse اقول to enjoy himself as he was alone to remember his life on the island or to amuse himself as he was alone another question why did كروسو teach friday to speak english احنا عرفنا انو وين كروسو رسكو فريدي لما انكس فريدي طوعا فريدي was spanish كان اسباني so he didn't speak english فببتكلم شي english so it was difficult for them to communicate with each other يبقى التواصل هيبقى صعب بين منهم بين كروسو وف ايه وف friday so كروسو decided to teach him english يعلم english why did كروسو teach friday to speak english to be able to talk together to be able to talk together يعني عشان يتبكنوا من التواصل او التحدث مع بعض معنا اسئلة مهمة جدا ياريت الطلبة كلهم يكونوا معنا بيتابعوا بيسجلوا الاسئلة دي why did كروسو friday run to the fort or because he saw the dangerous men in what way was the telescope useful he could see the spanish ship which was sinking why do you see kruso wrote his diary every night on to remember his life on the island or to amuse himself as he was alone why did kruso teach friday to speak english to be able to talk together شو مع بعض اسئلة اخرى do you think that critical thinking kruso found it easy or difficult to have three men on the island وز يعني يسؤال دا يعني تعتقد ان كان في صعوبة او سهولة لkruso انه يكون معاه ثلاث اشخاص عالجزيرة وليه طبعا he found it easy هو كان يجد دا سهل because they lived happily لانه ما كانوا عايشين في ساعاته يعني it was not a problem for kruso to have three men with him بالعكس طبعا يعني لو تخيلنا كده if you you have no one to talk with him you have no one else to eat with him and so on so when you find three people that's a good thing if you have three men on the island that means that you can talk together laugh together eat together and also work together he found it easy because they lived happily so do you think kruso will ever leave the island and return to england do you think kruso will ever leave the island and return to england why يعني هل تظن ان kruso ممكن يرجع لانجلترا ويسيب للجزيرة وليه وحنا قولنا do you think يعني بجاوب yes أو no حسب ما لا شايف ممكن اقول yes i think so ده كده اجابة yes ال reason بقى السبب because he left four years away from england نفهم بقى مع بعض الجملة دي yes i think so because he left away away from طبعا كلمة away from بعيدا عن وطنه طبعا احنا عارفين ان كروس was from england and he lived on the island for a long time عاش على الجزيرة وقت طويل جدا ويعني حاجة logical أو منطقية that if you leave your country and travel to any other place any other country so of course one day you would like to return back to your country كروس was happy on the island احنا ما نقول لاش ان كروس مش سعيد لا هو سعيد على الجزيرة but of course he dreams of coming back to his country بيحلم اكيد بالعودة بس يطر بعد ما هو يرجع ل england هيرجع للجزيرة تاني ولا هيفضل ده اللي هنشوف بعد كده بقى في chapter four yes I think so because another question was it a good idea for him to climb into a ship that was thinking why or why طبعا في كلمة claim هنا المفروض climb was it a good idea for him to climb into a ship that was sinking why هل فكرة كويسة ان كروسو يعني يتسلك او يصعد على السفينة اللي كان بتغرأ عشان يجيب منها الحاجة ولا دي مخاطرة ولا ايه ممكن اقول no because it was dangerous as the ship could sink while he was on it يعني ايه ما استواله الاجابة دي طبعا احنا عارفين ان كروسو return to the spanish ship was going to sink السفينة دي هتغرأ but كروسو knew that there were a lot of useful things on the ship كروسو عارف ان السفينة دي علي حاجات يعني مفيدة زي ما قلنا خد وخد فهو قرر يصعد على السفينة وياخد منها الحاج هل ده شيء كويس ولا ده شيء مش كويس احنا قلنا no it was not good هي مش فكرة كويس as the ship could sink السفينة دي ممكن تغرأ while he was in ممكن حد تاني يحب يقول yes عادي طب لو قلنا yes تعال نشوف كده ممكن نقول yes في الإجابة دي نقول ايه ممكن نقول yes because there were useful things on the ship يعني ممكن يقول لا يعني اقول ايوة الفكرة كويسة ان هو يصعد على السفينة because there were useful things لانه كان يعلم ان في حاجات مفيدة على السفينة وحد تاني ممكن يشوف ها مخاطرة ويقول no because it was dangerous as the ship could sink while he was انت بقى دايما اعتمد على your own opinion يعني وجهة نظرك الشخصية لان احنا اتفقنا ان احنا عندنا في المنهج حاجة اللي هي بتديك فرصة للتفكير ودي حاجة طبعا بقى جميلة جدا في مناهج اللغة الانجليزية ان هي بتخليك تفكر and give your own opinion تقول رأيك الشخصي وده بيحصل على فكرة برضو في سؤال الكمبنانشن احيانا سؤال الكطع اللي في الامتحان سعب يقول لك why do you think شوف مع بعد سؤال الاخر ليه كروسو رفض ان فريدي بقى عبد عنده هو قال انا عايز صديق وليس عبد طيب يعني اللي سمع وعتل سمع بعض اللي ايه مظاهر السعادة على كروسو فريدي قلنا انهم واخر السؤال معنا المفاجأ اللي اتفاجئ فريدي لما انقذ الساجين التاني طبعا اكتشف ان هو والده النهاردة قدمنا اكتر من سؤال وقدمنا ايضا مجموعة كبيرة جدا من الاسئلة اللي لان يخلوا منها ان شاء الله الامتحان اشتركوا 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 الانتحان اشتركوا الانتحان اشتركوا